هل يستحق الفيل أن تخصص سورة باسمه في القرآن؟ الفيلة الإفريقية تفاجئ علماء الغرب بهذه الحقيقة العجيبة لأول مرة يكتشف العلماء أن الفيلة تطلق على بعضها أسماء محددة مثل البشر وتنادي بها هذا الاكتشاف الغريب الذي تم باستخدام الذكاء الاصطناعي هل تمت الإشارة إليه في القرآن الكريم؟ حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم أحبتي في الله هذه دراسة غريبة جدا تفاجئ العلماء كثيرا لأنها المرة الأولى التي يكتشفون فيها مخلوقا يطلق أسماء على أولاده أو على أصدقائه ويناديهم بها كل فيل له اسم خاص به سبحان الله في البداية دعونا نتعرف على قصة هذه الدراسة اللطيفة وكيف أنها تأتي مصدقة لما جاء في القرآن الكريم قبل أكثر من 1400 سنة القصة بدأت في السافانة الإفريقية في الغابات والسهول الواسعة حيث الفيلة الإفريقية تنعم ببيئة رائعة جدا لها وتتكاثر بصورة رائعة جدا وتعيش حياة هادئة مطمئنة سخر الله لها كل أنواع الرفاهية لتحمد ربها وتسبح الخالق تبارك وتعالى أربع سنوات أمضاها العلماء في تسجيل أصوات هذه الفيلة ولكن لولا الذكاء الصناعي لم يمكن لمثل هذه الدراسة أن تتم لماذا؟ لأن كمية التسجيلات كبيرة أكثر من 600 تسجيل تمت معالجتها بواسطة الذكاء الصناعي بحيث يتعرف العلماء على اللغة التي تتعامل بها الفيلة طبعا هناك علماء كثيرون ساهموا من قبل في معرفة بعض الكلمات التي تطلقها هذه الفيلة وتنادي بعضها عند الخطر عند التحذير عند وجود غذاء عند وجود مثلا عدو عند وجود مثلا خطر معين يداهم هذا القطيع أو عندما يبتعد أحد أفراد القطيع فكل هذا سجله العلماء من قبل ولكن هم يهدفون لاكتشاف شيء جديد وجدوا أن هذا الفيل رقم واحد مثلا دائما يطلق عليه نفس اللفظ نفس الإشارة الصوتية والتي حلالها العلماء ووجدوا أنها هي اسم لهذا الفيل بينما في الآخر ينادونه باسم آخر طبعا العلماء في جامعة ولاية كولورادو كانوا مندهشين لأنها المرة الأولى التي يكتشفون مثل هذه الظاهرة عند كائنات غير البشر نحن نعلم أن الأسماء هي صفة بشرية نحن الأمم من البشر نتعرف على بعضنا بالأسماء والمولود بمجرد أن نولد نطلق عليه اسما محددا لنناديه به أما أن نجد هذه الظاهرة ذاتها تماما عند الفيلة عندما يولد لديهم المولود يطلقون عليه اسما محددا حسب نظرية التطور أيها الأحبة أو فرضية التطور الاعتقاد السائد أن الفيلة هذه كائنات يعني غبية نوعا ما لا ترقى لمستوى الإنسان ولا ترقى أن تكون بمستوى تطور الإنسان ولكن الآن العلماء يقولون ينبغي أن نعيد نظرتنا لهذه المخلوقات إنها مخلوقات ذكية جدا شبيهة جدا بالبشر طبعا هذه الدراسة لأهميتها ومصداقيتها نشرت في مجلة الطبيعة الخاصة بالبيئة والتطور في شهر 6-2024 يعني قبل أيام فقط من تاريخ تسجيل هذه الحلقة فهنا أيها الأحبة لاحظ العلماء بعد تحليل مئات الأصوات ودراسة الكثير من الفيلة أن هذه الفيلة لها لغة تشبه لغة البشر سبحان الله ولها سلوك يشبه سلوك البشر وفيها عجائب كثيرة جدا لا تقل أهمية عن المخلوقات من البشر لدرجة أنهم يعتقدون أن هذا الكائن متقن جدا ولم يأتي عن طريق التطور العشوائي لذلك هنا يستحق هذا الكائن أن ينزل الله سبحانه وتعالى سورة تحمل اسم سورة الفيل وبالتالي أيها الأحبة أنا الآن سأخذكم للقرآن الكريم نلخص أولا الحقيقة العلمية التي وصل إليها العلماء ثم نرجع للقرآن لنرى الإشارات القرآنية الرائعة لمثل هذه الدراسات العلمية الحقيقة الأولى أن الفيلة وأنا أخذكم الآن لدراسات عبر العشر سنوات الماضية أولا لديها تعاطف كبير يشبه التعاطف لدى البشر لديها خوف على صغارها الأم تخاف على صغارها تماما مثل خوف الأم على صغارها من البشر لديهم ما يسمى بالحب والكرة وفي طبعا علم السلوك الحيواني الفيلة ليست كائنات فقط وديعة أو كائنات مسالمة لا هناك ينتشر بينها أحيانا الشر هناك معارك تحدث بينها هناك فيل شرير وفيل خير هناك طمع مثلا يعني أنظر أخي الحبيب أحد علماء الغرب أنا أقتبس الآن من كتابه يقول طبعا وقد ألف كتاب عن السلوك الحيواني يقول وهذه تجدها في أي كتاب عن علم السلوك الحيواني يقول لك إذا أردت أن تعرف حقيقة وطبيعة سلوك هذه الكائنات الحية قارنها بسلوك البشر اللغة موجودة عند البشر موجودة عند هذه الكائنات الحب والكره موجودة أيضا هذه يوجد بينها حب وكره الوفاء موجود أيضا موجود الوفاء لديهم الحيلة والمكر أيضا يتمتع به عالم الحيوان وبخاصة الفيلة التخطيط النداء والتحذير كل هذه عادات بشرية موجودة لدى الفيلة بل لدى كل الكائنات الحية حتى البكتيريا أخي الحبيب البكتيريا الصغيرة هذه التي هي عبارة عن خلية الخلية البكتيرية لها مواصفات عجيبة جدا في الحركة وفي التغذي وفي التكاثر ولديها ذكاء معين سبحان الله زودها الله بذكاء لتستمر وتتكاثر وتكسب رزقها وكيف تتخلص من الفضلات وكيف تتقي الشر من حولها إلى آخره المهم نحن أمام هذه الدراسة العلمية كما قلت لكم من مجلة الطبيعة والتي يعني أمضى العلماء أربع سنوات لاكتشافها ووجدوا خصائص قريبة جدا لعالم البشر في عالم الفيلة الله تبارك وتعالى ماذا يقول آية رائعة جدا في القرآن الكريم وفي سورة الأنعام المكية التي نزلت قبل أكثر من 1400 سنة في مكة المكرمة حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متفرغا لدراسة علم الحيوان ليقول لنا هذه الحقيقة العلمية التي يفاجأ العلماء بها اليوم لم يكن متفرغا لدراسة هذه الكائنات والحديث عنها كانت لديه قضايا أهم كانت قضيته الأولى أن يقنعهم أن يتركوا عبادة الحجارة ويقولوا لا إله إلا الله أنظر إلى العقول التي تعامل معها أنظر إلى كمية الجهل الموجودة في ذلك الزمن ماذا قال القرآن؟ قال وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ انتبه معي أخي الحبيب وهذه حقيقة علمية اليوم طبقها على أي دابة تجدها صحيحة وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ في عالم الطيور هناك دراسات تحدثنا عنها قبل سنوات عن وجود تشابه كبير في الحب والكره والغش والخداع والكذب والتضحية والزواج والإخلاص للحبيب مثل البشر وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ سبحان الله انظر إلى هذه الكلمات التي تحاكي الحقائق العلمية الحديثة والله أيها الأحبة لو ترجمنا هذه الآية وعرضناها أمام أي عالم من علماء الحيوان وبخاصة السلوك الحيواني علماء السلوك الحيواني سيقول لك إن هذا الكلام مطابق مئة بالمئة لما يكتشفه ويراه العلماء اليوم بأعينهم هذا يشهد أخي الحبيب أن القرآن كلام الله يشهد أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يصل إلى هذه الحقيقة العلمية في زمن أن أقصد من تلقاء نفسه إلا أن يكون وحيا من الله سبحانه وتعالى لا يمكن لبشر أن يصل لهذه الحقيقة العلمية في القرن السابع الميلادي حيث بعث النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا يعتقدون أن هذه الكائنات عبارة عن بهائم لا تعقل ليس لها إحساس ليس لديها حب أو كره أو كذا وهي بعيدة جداً عن البشر وهي كائنات بهيمية تختلف تماماً عن الإنسان في ظل هذه الثقافة ثقافة القرن السابع الميلادي التي ظلمت هذه الكائنات للأسف وأجحفت بحقها ينزل القرآن العظيم لينصف هذه الكائنات ويقول لنا وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون اعلم أيها الإنسان كأن الله يريد أن يقول لك إياك أن تستخف بهذه الكائنات هي أمم أمثالكم أليس هذا رفق بالحيوان متى أعطيت هذه الحيوانات حقوقها قبل سنوات قليلة فقط في فرنسا وفي دول غربية قالوا يجب معاملة هذه الحيوانات كما نعامل البشر لأنه ثبت لديهم أن لها السلوك ولها عاطفة مثل البشر وتتألم هذه الكائنات وتحب وتكره وتعذب وتشعر بالظلم أيضا لا تستغرب أخي الحبيب اقرأوا كتب كثير عن علم السلوك الحيواني فقط في القرن الحادي والعشرين الدول الغربية أنصفت هذه الكائنات الإسلام أنصفها قبل أربعة عشر قرن الذي يتهمه الغرب يتهمون الإسلام أنه ظلم المرأة وظلم البشر وكذا كذا إلى آخر من هذه الافتراءات فالإسلام أخي الحبيب كرم هذه الكائنات وأنصفها بهذه الآية حذرنا أن هذه الكائنات هي أمم أمثالكم وبالتالي هذا يدعونا أن نحن كمسلمين أن نعتز بهذا الدين أن نفتخر أننا ننتمي لهذا الإسلام العظيم المليء بالرحمة المليء بحب الخير حتى للحيوانات والنبي عليه الصلاة والسلام أدرك هذا المعنى على فكرة من يدعي أن هذه الآية لا تشير إلى هذا المعنى لأن النبي طبق هذه الآية عندما أحسن للحيوانات وعندما قال دخلت امرأة النار في هرة قطة صغيرة حبستها لهي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض أو حشائش الأرض فتصور عندما ظلمت هذه المرأة قطة عذبها الله وإنسان مذنب غفر الله له لأنه سقى كلبا بلغ من العطش ما بلغ سقاه رحمة به فانظر إلى من يكرم هذه الحيوانات فهنا أيها الأحبة ملخص لهذا اللقاء والله أحبتي في الله لا توجد دراسة علمية ولا اكتشاف علمية طلعت عليه إلا ونجد إشارة واضحة له في القرآن الكريم هذه الدراسة التي استغرقت أربع سنوات وباستخدام الذكاء الصناعي أيضا وفريق عمل كبير وعلماء من جامعة كولورادو وجدوا أن هذه الفيلة لها سلوك شبيه بالبشر في أنها تطلق أسماء على بعضها وتنادي بعضها ينادي بعضها بعضا بالأسماء تماما كما يفعل البشر والقرآن الكريم أكد أن السلوك هذه الحيوانات مثل سلوك البشر وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمام أمثالكم كلمة أمم هنا مجتمعات فعلا هي تعيش في مجتمعات وقطعان إلى آخر كلام دقيق جدا حتى تخير المفردة في القرآن أمم أمثالكم أمم كلمة أمم يعني هناك مجتمعات هناك تعايش فيما بينها هناك عادات هناك حروب تنشأ فيما بينها إلى آخر تماما مثل الأمم من البشر إلا أمم أمثالكم ثم ماذا قال بعد ذلك مخاطبا المشككين ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشر نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق